اشتركوا في القناة يعني بس منذكر تذكير اللي حاب يحط اللايك يحبطو مش حاب ما يحطوش بده يحط ديسلايك يحطو بده يشير يشير اللي بده يياه يعني حسب انت انطباعك عن المحتوى اليوم بدكوا تركزوا معي مزبوط وخصوصا اللي مقيمين في الشرق الاوسط فلسطين الاردن لبنان سوريا تركيا يعني تركيا زدناها على الشرق الاوسط شوي هيك لانه في حدث كبير رح يأثر على هاي المنطقة تحديدا خلال اليوم فعشان هيك بتكوا تركزوا معي مزبوط في سؤال بنسأل بقول طيب انت بتحكي الابراج ليش يعني كل ما بنتقل القمر كأنه بتنجل من اللي قبله بتحط في اللي بعده بتكرر الابراج بتحكي الابراج مكررة كأنه هذا طيب انا عشان هدول الناس يمكن هم ما بيعرفوا شو علم الفلك ومعلومة عشان الجميع الساعة ساعة الساعة ساعة اللي حطها في بيتك ساعة اللي على حيط الساعة اللي في ايدك الساعة نفسها لما بتكون الساعة عشرة وثلث ماشي وبتلف هاي الساعة دورة كاملة بترجع مكانها بتصير اسمها عشرة و ست سداس ولا ايش مش بترجع عشرة وثلث دورة صح تسعة يعني تسعة تسعة وخمسة يعني تسعة وخمسة تسعة وعشرة يعني تسعة وعشرة الفرق انه يا بتكون عشرة وعشرة صبح يا بتكون عشرة وعشرة بالليل طب القمر ما هو نفس الساعة الخارطة الفلكية هي نفس الساعة بلف القمر هاده ايجع على التسعة بتصير ساعة تسعة ايجع على العشرة بتصير ساعة عشرة اجي على ال 11 بصير على ال 11 لفت الدورة رجع مرة ثانية بتصير 9 الصبح 10 الصبح 11 الصبح فالقمر هاد بلف نفس دورة الساعة ماشي فعشان هيك بلف من بيت لبيت زي ما منذكرها كل بيت هو ساعة كل دخلته لبيت او لبرج هو ساعة برجع نفسه هو هو نفس التأثير لما نقول القمر دخل بيت المتاعب بيت المتاعب دخل بيت الحظ بيت الحظ دخل بيتك التاسع بيتك التاسع نفسه هو هو بدي عيد لك يا نفسه هو هو ما رح اغير عليه لانه نفس التأثيرات نفس الوقت نفس الشيء اللي بيختلف ايش هو اللي هو العقرب الكبير انه ايش الزوايا اللي بيشكلها ايش الزوايا الثانية اللي موجودة في الخارطة الفلكية او في الساعة هاي فكل كوكب موجود هو يمثل ساعة لوحده يعني عطارد بمثل ساعة في مكانه في وجوده الزهرة بيمثل ساعة منفصلة تماما بمكانها وبنفس الشيء كل كوكب بيمثل ساعة معينة يا نهار يا ليل يا سلبي يا ايجابي والعقرب الكبير هو بيمثل الزوايا زاوية هاي زاوية كويسة زاوية سلبي نفس الشيء فانا ما بجيب ايش من دار ابوي عشان هيك منقولكو هذا علم ثابت يجيت اليوم حسبتها رجعت بعد عشرين سنة رجع نفس القمر في نفس الزاوية نفس التأثير الا انه يا صبح يا ليل يا سلبي يا ايجابي على حسب الزوايا اللي بيشكلها فاللي بيجي بقولي انت بتكرر التوقعات عمال لي حضر واطلع قبل ما انا ابهدلك لان انت بتطلع مش فاهم وبدكش تفهم حابب تروح تفتح قناع على هذا الحكي اللي انا حكيت لك يا ولا بتصير تبع ابراج عادي يعني بتروح تعمل ابراج انت نفس الاشي بتكرر ان انت نفس الحكي وهذا بس تبعد العقرب الكبير الزوايا هاي وكيف بيشكلها وايجابية ولا سلبية وشو تأثيراتها وقديش بعطي درجة الحضل القمر وقديش مربني عليها هاي اللي انت ما شرح تفهمها لانه هاي مرحلة ثانية بقى احنا منبلش معك مرحلة 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 عشان تفهم انت شو يعني توقعات وتفهم انه علم الفلك مش هالعلم الغموض وسواد وليل وموسيقى وعملك الدراما فيها وارعبك لا 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 علم الفلك علم ثابت ما بتغير تماما واسمع اليوم رح تسمع عن زاوية رح تنذهل لانه انا تعمت اني ما احكي فيها نهائيا من بداية السنة تعمدت اني ما احكي فيها نهائيا على اساس انه لما ييجي وقتها تيجي مع حدثها اللي هو مذكور وهو مسجل وهو مكتوب نفسه وبتقارن انت لحالك بتشوف خلينا عشان احنا منكثرش برم ورغي وهيك وهذا الحكي وكثير حكي انت يا سعيد والله اقول لك ددي حالك انا بدا ددي حالي ددي عليك يا سعيد ددي عليك اي دديت حالي عشان انا ما تقولوليش يعني برمت كثير وابده بهدلني وحاسبني اه وقلقيمتني عشان ببرملكه كثير طيب خلينا نبدأ طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الثرية هي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور طبعا رح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة ثمانية وواحد وثلاثين دقيقة من مساء اليوم اللي هو الاربعاء بعدين رح ينتقل لمنزلة الدبران وهاي منزلة الدبران سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد ركزولي على الكلام اللي انا حكيته هي زاوية سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل يعني هي سلبية تعمل اشياء واضطرابات وتقلبات مخيفة خلينا نحطها على الجانب هاي لانو مننا نرجع لها بس نصل للزاوية اللي بنحكي عنها القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الحمل تأثيره حكينا انه لما يكون القمر موجود في برج الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرع الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفلة ما ماشي هذا التأثير كلما اجى القمر على الحمل بنحكي نفس الحقيقة هذا اللي احنا حكينا الان طيب بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اول زاوية هي رح تكون يعني زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو منتصف ليل يوم الثلاثاء اللي هو بث الحلقة على الاربعاء ماشي هاي زاوية ايجابية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنسبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة او اثناء تشكل هاي الزاوية لانها اخر زاوية قبل الانتقال بصير عنا خلو المسار خلو المسار هذا بيبدأ ساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف الليل وراح يستمر لغاية الساعة ثلاثة و 11 دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي خلو المسار الفترة اللي ذكرناها لا تصلح لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و 11 دقيقة صباحا القمر خلاص بكون انتقل لبرج الثور وبلش يشكل اول زوايا لاله وبصير تأثير تواجد القمر لما بصير في برج الثور بنشعر بالحذر اكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخاري ويمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا اوكي خلينا نبدأ هسا بالدسم عنا ثلاث زوايا الان بعد انتقال القمر لبرج الثور اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة مساء من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض الشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب من الماضي بدل من مواجهة الحاضر ركزه من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا يعني ما تعتمدوا على الحض مهائيا في اشي صعب رح يصير في هذا الوقت قبله اللي هو من ساعة ما بعد الظهر تقريبا من يوم الاربعاء لغاية هاي اوجهة اللي هو الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت الاردن الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينج الزاوية التي تليها زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة نفس الوقت زاوية الاقتران هاي في نفس الوقت مساء تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد راحة قد يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك يعني في مفاجآت ركزنا نشوف هسا الزاوية اللي بعديها الزاوية اللي بعديها هي زاوية بطيئة كل او اغلب الفلكيين حكوا عن هاي الزاوية الحرب والاعور الدجال والعملة الكونز والعملة النتية والحروب الطاحنة وحرب عالمية ثالثة وانا ما علقت على هذا الموضوع ما حكيت نهائيا وسئلت عن هذا الموضوع وما رضيتش علق عليه لاني انا بدي اترك الكل يخوض في المهزلة والمسخرة بعدين نيجي عليها الزاوية هاي زاوية التربيع سلبية بطيئة بين زحل وبين اورانوس وهاي مش اول زاوية هاي زاوية من ضمن زوايا رح يتكرر يعني حدوث هذه الزاوية اكثر من مرة هاي السنة لانه لما بتراجع اورانوس لما بتراجع زحل بعود برجع بشكلها لما برجع لمساره الامامي برجع بشكلها كمان مرة فهاي زاوية بتتكرر الان هاي الزاوية تأثيرها في هذا اليوم تحديدا رح يكون دلو ماشي والثور برج ركزو الو علاقة بالماء وبرج ترابي مع بعض وهاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش اوجها يعني الساعة تسعة وسبعة دقائق بتوقيت الاردن يعني هاي تأثيرها بدو يبلش من ساعات او من ايام ما قبل ولكن بتجهز لأوجها وبعدين بتستمر شو بتسوي تصبح مندفع في تصرفاتك وبتدخل ممكن في جمعيات بدون الاهتمام باهدافها او برأي الاخرين فيها يعني ممكن تعمل اي اشي بدون ما تكترث او تجمع معلومات عن هذا الموضوع عليك انك تفكر قبل الاندماج داخل تجمع بانه الانتماء ممكن انه يضر فيك بدك تتجنب فسخ العلاقات لانه رح تضر بمهنتك كما عليك مراقبة صحتك واحتمالات التعرض لحوادث او عمليات جراحية وراح تكون بالفترة هاي كثيرة لو رجعت انت كل واحد على اقاربه بلاقي احداث صحية عنيفة صارت بشكل مفاجئ حالات الوفار تفعت بشكل مفاجئ الامراض اللي استدعت دخول المستشفيات لاجراء عمليات برضو بشكل مفاجئ صارت من اسبوع تقريبا هاي الامور موجودة على الساحة طيب الان بيئيا او دوليا بدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف شفتوه احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف زلازل سقوط طائرات حوادث في السكك الحديد وممكن تدل على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة للشعب في بعض الدول المحتدمة طيب ركزوا عاد هسا لما اجي انا مثلا بدي اقول زاوية تربيع سلبية زحل موجود في الدلو اللي رمزه واحد حامل دلو مي وبصب منه يعني له علاقة بالخير والمطر واورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت العنيفة اللي بيجي فجأة هيك معناته اشي له علاقة يا بالمي يا باحداث اخرى لها علاقة في هاي الامور بتدخل مع بعض مع وجود المريخ اللي موجود في برج الثور وعواصف وزي ما سمعته الارصاد الجوية بتقول انه في عاصفة ثلجية صنفت بدرجة عالية الان في هاي اللحظات بتكون ديروا بالكو في مفاجآت مفاجآت ايجابية او سلبية يعني ما رح اجزم على الموضوع الحدث ما رح يكون سهل وخصوصا في الدول اللي رح يكون هاد التربيع فوقهم مباشرة اللي هو اللي انا ذكرتها فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل كبير وحاولوا قدر الامكان تحدوا من حركتكم الا للشغلات الضرورية والاطرارية لانه ممكن انه يصير في اشياء مؤذية شفتوا كيف بتترتب بقدر اقول وسيرتفع الثلج في مناطق الى مش عارف ايش ورح يسكر الدنيا وعواصف عادية وبرقية ومش عارف ايش وصلت الفكرة فهي علم ما الي انا نزل ثلج ما نزلش ثلج مطرة ما مطرتش ولكن الزاوية هاي نفسها بنفس التأثير بنفس اللفظ اللي انا ذكرته هذا مكتوب من الاف السنين بنفس الصيغة فيه تغير انه نحط سقوط طائرات وسكك حديد لانه له علاقة بوسائل النقل كان في بواخر كان في قطرات كان فيه اشياء اخرى انزادت عليها لانها من ذمن اشي له علاقة بالاتصالات والمواصلات وصلت الفكرة طيب خلينا نكمل احنا عشان برضو ما ندديش حالنا كمان مرة القمر طبعا موجود في برج الثور معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة تسعة عاش اثنين بيبدأ في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وثلاث دقائق مساء لا ينتقل لبرج الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد ست ايام طبعا اليوم مناسب لا اشيء العلاقة بالتجميليات ولكن حسب الظروف ما اعتقدش ان كل الدول بتقدر تعمل اشيء العلاقة بالتجميل طبعا الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح سبعة ايام نسبة الاضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الحمل وبدينتقل للثور زي ما حكينا في ساعة الصباح وبدينظل فيه اليوم تسعتاش اثنين منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية ورح يصل في ساعة المساء لمية في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين سعيد بطبعه الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بطبعه المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر رح يكون موجود عندكم في البيت الأول ورح ينتقل للبيت الثاني فرح تكون عندكم نشاط مع هيك ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم فيه من قبل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بده ينتقل يصير في البيت الثاني لإلكم فبيحمل فرص مالية وممكن تكون مفاجئة ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع ممكن اليوم تعالج بعض المسائل الإدارية والتمولية تطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية وبما أنه رح يكون سلبي فمعناته محتمل مصري في زيادة أو التزامات زيادة أو تعطل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية أما بالنسبة إلى البيت الثالثة لكم فتنشطوا بالاتصالات بشكل إيجابي لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات ما بعد الصباح بصير الجو ضاغط بصير المشحنين بطاقة سلبية وفي نفس اللحظة عصبيين وحدين الطباع بشكل كبير اللي عنده امتحانة أو مقابلة أو عنده تنقل بالسيارات بده يحذر بشكل حذر جدا يكون بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء بتكون ضاغطة على مستوى البيت ولكن مع ساعات الصباح الأجواء بتصير منزلية أو بيتية أو عائلية ممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة أو تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالبيت أو بالعقارات أو بعض الأعطال أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا شوي بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى العاطفي ولكن بصير في عندك حدية بالطباع ممكن توجه بعض الكلام الجارح أو ممكن أنك تسيء للأحبة فحاول قدر الإمكان ضبط أعصابك عشان ما تشكل فجوة أو تغرة أو عتاب أو زعل ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين أحد الأبناء بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا بتكون ضاغطة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية فممكن تنجز بعض الأعمال أو يساعدك بعض الزملاء في إنجاز بعض الأعمال المهمة ولكن بدك تراقب بعض التقلبات اللي ممكن تصير على صحتك أو صحة أحد الأحبة بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراك المالية والعاطفية عشان هيك بتحاولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب ما في داعي للمبالغة وما في داعي للتهور في بعض المسائل عشان ما يصير خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو ما بين الأزواج تحديدا بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة الأجواء بتصير فيها نوع من أنواع الإيجابية كل ما اختربنا لساعات الصباح فاليوم ممكن تنجز بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو إنك شوي يعني تدفع بعض المسائل بشكل إيجابي أو تحل بعض القضايا المالية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات والاجتماعات والدورات عشان هيك من قلك من ساعات الصباح بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ممكن يتعطل بعض المسائل اليوم وما تقدر إتمامها أو ما تقدر تتممها بشكل إيجابي بالنسبة للبيت العاشر الأجواء هنا بتصير إيجابية على مستوى بيت السمعة بشكل أقوى ممكن تعزز بعض النقاط القوية خلال هذا اليوم وممكن أنك تسمع بعض الإطراء أو تهتم بشكل كبير على مسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى الاجتماعي ولكن ممكن تقلق على صحة أحد الأصدقاء أو المعارف وممكن أنك تبادر بمساعدته أو يبادر بمساعدتك أو تحمل الفترة هاي بعد سوء التفاهم ما بينك وبين صديق قديم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بيحذر على صحة أحد الأحبة مش صحتك بس لحالك يعني بدك تنتبه على غذائك راحتك وصحة أحد الأحبة لا إلك برج الثور بيظل التعب مسيطر عليكم طيلة ساعات بث الحلقة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتصير ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر صحيح سلبي هنا فممكن يشحنكوا بطاقة سلبية زي العصبية أو الحدية بالطباع أو الملل من الأعمال الروتينية فحاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وخلي في ثقة بالنفس عندك ما تتخذ قرارات لأنه ممكن تندم عليها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية ممكن أنه يعني تشعر ببعض الضغط أو بعض الارتباك على المستوى المالي أو تحمل لك الفترة هاي بعض الالتزامات أو الدفعات أو الغرامات أو خسارة إشيء له علاقة بخسارتك للمال يعني سبب بخسرك مبلغ من المال ممكن تنشغل ببعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتصير نشيط زيادة عن اللزوم عشان هيك بنقول لك دير بالك أثناء التنقلات وأثناء حواراتك من العصبية وأثناء تنقلاتك خصوصا أثناء قيادتك للسيارة من بعض الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فمنقول لك وانا على مستوى البيت الأجواء بتكوني إيجابية لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات اللي إلها علاقة بالمنزل اللي ممكن تسبب خلاف أو جدال أو أمر عائلي طارق أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية مع ساعات الصباح ولكن بدك تضبط أعصابك أو حدية طباعة ما توجه أي عتاب أو لوم للأحبة لأنه ممكن تخسر أكثر ما تكسب وانتبه أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على العمل بشكل كبير ممكن تنضغط في برنامج عمل معين وممكن يصير بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل تتراكم عندك تطلب منك الاهتمام لزيادة وراقب بعض الأمور الصحية إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي هنا مقابلك تماما فعشان هي كم نقول لك دير بالك شيئا ما ممكن يصير مشاحنات أو تحمل على الشريك بسبب تصرف معين أو تعاتبه بسبب خلاف أو نقاش أو حوار ممكن يتخذ قرار ارتجالي وممكن أنت تتخذ قرار ما لازم تتخذه بالفترة بالنسبة للبيت الثامن هنا بتركز على الأموال المشتركة الأجواء شوي ضاغطة تحمل بعض المصاريف الاستشفائية أو ممكن يحتال عليك بعض الأشياء بعض الأشخاص بمبلغ من المال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتركز على السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد طبعا العشرية الأولى والثانية بدهم يركزوا بشكل جيد إذا كان عندهم سفر بدهم يستعدوا بشكل جيد ويضبطوا عصابهم بشكل جيد ويتفقدوا كل أمتعتهم ويحذروا أثناء تنقلاتهم أما بالنسبة للعشرية الثالثة فهي إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة ديروا بالكوا تشوهوا سمعتكم بأي تصرف سمعتكم على المحك خلال هذا اليوم بسبب زاوية زحل مع أورانوس في أشياء مفاجئة ممكن تحدث على مستوى السمعة أو خلاف أو نقاش فما تدخلوا بأي مواجهة مع رجال الأمن أو رجال القانون وحفظوا على سمعتكم بالنسبة لبيتك 11 طبعا بيجمع بعض العلاقات الاجتماعية اليوم أو تحالف بعض الأصدقاء معاك لأجواء إيجابية وداء رح يكونوا الأصدقاء دعمين لإلك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب ضاغط عليك فعشان هيك نقول لك حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تمشي الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية ولكن ممكن تحمل الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا بما أنه القمر في ساعات الصباح رح ينتقل للتور لبيت المتاعب فعشان هيك منقول لك حاول تنجز كل أمورك المهمة قبل ساعات الصباح من ساعات الصباح الأمور بتصير ضاغطة ممكن تحمل لك بعض الإرباك أو ما تقدر تنجز كل أمورك بشكل جيد أو تحمل لك بعض المتاعب فحاول قدر الإمكان أنك تضغط أعصابك وفي نفس اللحظة ما تجزم على أمر وما تتخذ قرارات حاسمة بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالمال ممكن تحمل لك بعض المكاسب وخصوصا من ساعات الصباح وممكن تضغط ميزانيتك ولكن احذر من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتقول لك دير بالك أثناء التنقلات ما في داعي للارتجال ولا للتهور ولا للمغامرة وفي نفس اللحظة بدك تحذر أثناء نقاشاتك وحواراتك من العصبي وردات الفعل وتعاملك مع الإخوة بالجيران أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت بتحمل بعض الإيجابية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ولكن ممكن يحدث بعض الأمور اللي تخليك يعني تنشغل في مسألة عائلية أو بيتية كثير مش شويا أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي منقول لك أضبط عصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع الأحبة أو مع الحبيب أو أحد الأبناء وبرضو في نفس اللحظة ركز أنه ما تعتمد على الحظوظ بشكل كبير لأن القمر موجود في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الملفات أو الأعمال الضرورية اللي أهم أنك ما تهم الأعمالك وبرضو في نفس اللحظة ما تجهد حالك حاول أنك ترتب أمورك بالأعمال الضرورية فقط لا غير وراقب أمورك الصحية وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا مقابلك تماما منقولك أن الأجواء ضغطة وتحمل هاي الفترة سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك وممكن يعني شوي يخليك تخرج عن طورك حاول تضبط عصابك وما تصاعد الأمور وما تتخذ قرارات لأنه بكون خصمك بالفترة هاي أقوى منك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب المشتركة وممكن أنك تنجز بعض الأمور بشكل إيجابي خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون أو قرض أما بالنسبة للبيت التاسع فبتركز الأمور على مسائل اللي إلها علاقة بالسفر فممكن يتعطل سفر ما ممكن ما تقدر تنجز كل أمورك بشكل إيجابي عشان هيك منقول لك اضبط أعصابك وحاول أنك ما تتهور بالفترة هاي وفي نفس اللحظة إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تضبط أعصابك بشكل كبير ما تعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع الأجواء إيجابية ودعمي لإلك بقوة الفترة هاي ممكن تدعم علاقتك بالمسؤولين وممكن برضو ترتب بعض المسائل الإيجابية اللي تكون دعملة إليك بشكل رائع برضو فرصة جيدة لتعزيز مكانتك أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى علاقاتك يعني بيعتمد على مجهودك وطبيعة العلاقة ما بينك وبين أصدقائك يعني لا في إيجابية ولا سلبية ولكن إجمالا الجو بيحمل بعض اللقاءات أو الاتصالات ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا زي ما حكينا أنه بتنشطوا في ساعة المساء لغاية ساعة الصباح مع الأصدقاء ولكن من ساعة الصباح صباح هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحظوظ ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار عندك مشوشة والظروف ممكن تكون مخيبة بالأمل برج السرطان طبعا الأجواء بتصير أحسن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا الأجواء بتصير مساعدة لألك ونفسيتك بتكون أحسن ولكن زي ما حكينا وحذرنا دير بالك من الوسواس ما تخلي الوسواس يسيطر عليك خلي ثقة عالية بنفسك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل من ساعات الصباح بعض المصاريف أو الالتزامات المالية أو الدفعات حاول قدر الإمكان أنك تبتعد عن أي شيء ممكن يخليك تلتزم بمبالغ مالية بدون ضمانات عشان هيك احذر من المصاريف لزيادة أو قلل من مصاريفك ورتب أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز من ساعات الصباح بتعطيك طاقة إيجابية وقدرة على الإقناع والتواصل وسرعة بديهة عالية ولكن ما تبالغ بالحضوض وما تتهور حاول أنك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة بدك تدرس أمورك بشكل ممتاز قبل ما تقدم أي امتحان يعني لا تعتمد على الحضوض وانتبه أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بيركز على بعض المسائل اللي لها علاقة في البيت فعشان هيك منقولك انتبه من بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو بعض المسائل البيتية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ رتب أمورك بدون أي خلاف أو جدال أو نقاش أما بالنسبة لبيتك الخامس فهنا الأجواء تقريبا بتعطي إيجابية على المستوى العاطفي كل ما اقتربنا لساعات الصباح وبدعمك الحظ في بعض المسائل ممكن تهتم ببعض المسائل بشكل جيد وتوتد العلاقة بشكل كبير ما بينك وبين أحد الأحبة ولكن ممكن تنزعج من خبر معين أو من أسلوب الحبيب في بعض الكلمات أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل وعلى الصحة حاول أنك تنجز أعمالك ما تهملها وفي نفس اللحظة ركز على صحتك مش وسواس ولكن بدها الاهتمام بالصحة بكون أفضل أما بالنسبة لبيتك السابع فهنا بتركز على أمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقة الأزواج في بعض موليد العشرية الأولى والثانية هم اللي بدهم يضبطوا عصابهم بشكل كبير أثناء تعاملهم مع أزواجهم أما موليد العشرية الثالثة فالعلاقات جيدة ورح تكون مناسبة للمصالحة لإلهم أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة فمن قل لك الفترة هاي لا تدخل بمشاريع لا تجازف لا تغامر وفي نفس اللحظة أي مشروع ادرسه ويعرضه على أشخاص ذوي اختصاص لعساس ينصحوك في الموضوع ما تبادر بعشوائية أو عفوية أما بالنسبة للبيت التاسع فبتركز الأمور على الاتصالات البعيدة والسفر وأفراد من خارج البلاد حاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك وتحصد من المكاسب اللي ممكن تصير خلال هذا اليوم أو الوعود اللي قادم على الطريق بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي تأثيرات بالعكس الأجواء جيدة ودعمة لك بقوة فعشان هيك بتقدر تعزز علاقاتك بشكل جيد خصوصا مع المسؤولين ولكن دير بالك تتغيب أو تتخلف عن أمر إلو علاقة يعني بإدارة أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتسبب نوع من أنواع الضغط وخصوصا موريد العشرية الأولى والثانية الضغط هذا ممكن يسبب خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو يتسرب لك خبر يزعجك إلو علاقة بأحد العلاقات العشرية الثالثة يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا هنا بنقول لك يعني يعني بدك تضبط أعصابك وتراقب غدائك وصحتك حاول إنك ما تتهور وحاول إنك ما تهم لصحتك وتغذيتك وراحتك برج الأسد طبعا اليوم مش من الأيام القوية لإلك بما إنه القمر رح ينتقل لبرج الثور فهذا تربيع مع برجك فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع الضغط والإنزعاج والعصبية وممكن يعني هيك تستاء من تصرف أو من عبارات أو من قرار معين فهذا الإشي يتحكم في مزاجك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتركز على أمور المال الفترة هاي بتحمل بعض الفرص أو المكاسب المالية أو نوع من أنواع الدعم الأهم إنك أنت تقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح المزاج بصير عصبي وحاد لدرجة إنه ممكن تنفجر في أي شخص بأي لحظة انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك خوفا من الإصابات وبرضو ممكن سيارتك أو تليفونك أو أجهزة إلكترونية تتعرض لبعض الأعطال إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء على مستوى البيت الرابع رح يكون فيه اهتمام إلى علاقة بالبيت ولكن بالمقابل بدك تنتبه من خلاف أو جدال أو نزاع أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة حاول أنك تهتم بشكل كامل وما تهمل واجباتك العائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا بتركز على المسائل العاطفية والأحبة والأبناء فعشان هيك منقول لك الأجواء بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح الجو بصير ضاغط فلا تدخل بأي خلاف مع الأحبة وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تعتمد كثير على الحظوظ اليوم بالنسبة للبيت السادس فطبعا الموليد العشرية الأولى والثانية هدولة بدهم يضبطوا عصابهم بشكل كبير لأنه ممكن يصير تراكم للأعمال عندهم أو إشي العلاقة بالصحة موليد العشرية الثالثة هم في أمان وممكن ينجزوا بعض الأعمال بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتضغط على بيت الشراكة فعشان هيك ما بقول لكم ديروا بالك وخصوصا الموليد العشرية الأولى انتبهوا من أي خلاف أو جدال أو حوار ما بينكم وبين شركائكم لأنه ممكن تكون الفاصلة يعني مشكلة بدون رجعة أو انتهاء علاقة بدون رجعة مع أحد الشركاء وخصوصا شركاء العاطف اللي هم الأزواج ما في داعي للخلافات ولا للحدية ولا اتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية أو تحقق إنجازات جيدة لها علاقة بالمال أو مكاسب معينة حاول تضبط أعصابك وتقلل من المصاريف ممكن تحمل بعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتظل جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يتعطى البريد أو مراسلات أو تنزعج بسبب تصرف أحد الأشخاص من خارج البلاد أو أجنبي إذا كان في أمر إلو علاقة بالامتحانات حاولوا تضبطوا عصابكم وما تتسرعوا وما تعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة إلى بيتك العاشر فطبعا هنا القمر انتقل بصير انتقاله كامل في ساعات الصباح فعشان هيك الأمور كلها بتركز على أمور إلها علاقة بالسمعة مو جيدة للي بدي يبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه ولكن بدكم تثبتوا جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن تحمل قلق حول أحد أفراد العائلة أو تواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهنا الأجواء بتركز على لقاءات أو حوارات أو إشي العلاقة بالأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح ممكن يخيب أملك أو آمالك يتخيب في بعض الأصدقاء أو تنزعج من تصرف صديق بسبب شيء معين حاول أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم الأجواء جيد على مستوى بيت المتاعب وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بصير الجو حليف لا إلك أهم شيء أنك تراقب تغذيتك بشكل جيد وحاول قدر الإمكان أنك ما تجازف ولا تغامر خلال هذا اليوم برج العذرة طبعا على المستوى النفسي اليوم الأجواء أحسن بكثير اليوم أنت راح تنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح رغبة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو ثقة بالنفس عالية وممكن تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم ولكن راجع نفسك يابل اتخاذ القرارات عشان ما تكون عشوائية وما تكون ظالم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية الفترة هاي راح تحمل بعض المخاسر أو الأمور اللي إلها علاقة بنصابين محتالين متآمرين عليك بالوضع المالي دير بالك من هاي الأمور عشان انت ما تخسر وضع مالي معين عندك ضغط مالي وممكن انه تحمل الفترة هاي مصاريف استشفائية أو علاجية بشكل كبير يعني ما تركن كثير على الوضع المالي وانتبه لمصاريفك بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وحتى النقاشات الأجواء تدعمك بشكل الإيجابي وممكن تعزز نقاط قوة إلها علاقة بامتحان أو إلها علاقة بمناقشة أو إلها علاقة باتصالات وممكن برضو يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في قلق في توتر إلها علاقة بالبيت أو أحد أفراد العائلة وممكن انه تحمل التزامات أو عبئ أو يعني بعض المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتقول لموليد العشرية الأولى والثانية اضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع الأحبة والعشرية الثالثة الأجواء جيدة وإيجابية بتعزز من علاقتهم بالأحبة بشكل كبير الأجواء داعمة حاولوا تستغلوها بشكل إيجابي بس أنه موليد العشرية الأولى ما يبالغوا بالحضوض أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي والموليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا على عملهم وعلى صحتهم بشكل كبير أما موليد العشرية الثانية والثالثة هذولا وضعهم ممتاز جدا يعني ممكن يعني بعض الأمور اللي تحتاج لدعم من بعض الزملاء اللي يدعموك أو دعم بمكان العمل بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بشكل كبير على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكي وتعزيز علاقتك مع الشريك أو مع الأزواج وممكن تحمل مصالحة حتى أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا القمر موجود في البيت الثامن ولكن من ساعة الصباح بيصلكم خبر لأنه أمور البيت الثامن ما رح تظلها جيدة طول اليوم فممكن يصلك خبر له علاقة بخسارة مال أو تآمر عليك مالي أو حتى أمور إلها علاقة بالمصاريف أو المحاسبة المالية بالنسبة للبيت التاسع طبعا بتنجحوا اليوم بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون بشكل كبير وبتعود لإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك والفترة هاي بتحمل سفر محتمل أو قرار لسفر محتمل ممكن يصير حدث إلو علاقة بالخارج يعني بشخص بعيد أو خارج الدولة اللي أنت فيها أو البلد اللي أنت فيها يصلك خبر يضطرك تتخذ قرار حاسم ورادع في نفس اللحظة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمنقول لك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك نهائيا وما تدخل بأي مخالفات أو بمواجهات ممكن تسبب لك مشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية فممكن بعض الأصدقاء يدعموك في مسألة معينة ورح تجد الحض حليفك ممكن أنه اليوم يعني تكون فيه مؤازرة أو بعضك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء بعض الأصدقاء أو اتصال منهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا ضاغطة فعشان هيك نقول لك بدك تدير بالك على صحتك وتراخب صحتك بشكل جيد الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة فما تغامر وما تجازف وما تهمل تغذيتك برج الميزان طبعا القمر رح يتحرك في ساعات الصباح من مقابلكم تماما ويتجه للبيت الثامن فعشان هيك الأجواء اليوم رح تفكر في بعض المسائل المالية أكثر ممكن تفكيرك يتجه لذكريات لموضوع من الماضي لقصص قديمة لأشياء لها علاقة بالأموال بالديون بالأشياء هاي هي أكثر شيء رح يتركز عليه خلال هذا اليوم بس حاول أنه ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك بشكل كبير رغم أنه الأجواء أحسن من الفترة الماضية إلا أنه الأفكار السودة ممكن تسيطر عليك فعشان هيك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالأمور المالية أو دعم مالي أو ترتب أمور مالية ولكن حاول أنك ما تبالغ بالمصريف أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات عصبية موجودة طاقة ضعيفة ردات فعل سلبي موجودة انتبه أثناء قيادك للسيارة أثناء تحركاتك وبرضو أثناء تعاملك مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا من قول موليد العشرية الأولى والثانية بتكون تحذروا من أي أمور إلها علاقة بالبيت أو خلافات أو نقاشات أو حوارات أو مشاكل منزلية أو عائلية أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للعشرية الثالثة فالأجواء إيجابية دعم لإلهم بالعكس الأجواء ممكن تحمل بعض الأشياء اللي تكون دعم لإلكم بقوة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأجواء بتركز على المسائل العاطفية فعشان هيك موليد العشرية الأولى أكثر ناس بدهم يحذروا من أي خلاف ما بينهم وبين أحبائهم أو بينهم وبين أبنائهم وخصوصا الأحباء لأنه اليوم ممكن تثور ثورة عارمة وتتخذ قرارات يعني بطريقة ارتجالية وممكن تنتهي علاقة عاطفية اليوم بسبب قراراتك أو انفعالاتك بالنسبة للعشرية الثانية والثالثة الأجواء إيجابية بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من نقاط قوة بشكل كبير وممكن يعني تشعر بمؤازرة بعض الأحبة لإلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على أمور العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بإنجاز بعض الأعمال أو نيابة عنك ولكن تراقب ووضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بيت الشراكة فبما أن القمر موجود لغاية ساعة الصباح بتتغير الأوضاع عندك شيئا ما وبتمنحك فرصة لمكسب إلو علاقة بالمال أو بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر البيت الثامن طبعا هنا بتفكر في مستقبلك ومور الهداقة بالشيخوخة أهم شيء أنه محتمل اليوم تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج أو العداوات أرجو أنها ما تكون العكس اليوم تتخذ قرارات تتسبب إزعاج وعدوات فعشان هيك حاول أنك ما تتخذ أي قرارات خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا ضاغطها على مستوى العلاقات بالأجانب فممكن تتلقى اتصال من خارج البلاد يزعجك أو يوترك أو يتأخر لك بريد أو حتى أنه يصير تأخير أو تأجيل لأمور العلاقة بالسفر اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة الأجواء أحسن اليوم بتعزز من سمعتك وبتدافع عن سمعتك وبتعزز من علاقاتك وممكن يصير في مؤاذرة لبعض الأصدقاء أو المعارف لا إلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فلا بنشوف الأجواء هنا تضغط شوي بتحمل نوع من أنواع القلق وممكن سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ودعميتك على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي ولكن دكتشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر أهم شيء تنتبه لغذائك وراحتك بشكل كبير ممكن تحمل هذه الفترة طلق على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر الآن بدي يتحرك من البيت السادس لإلك للبيت السابع يعني بدي يصير مقابلك تماما وهذا بعطي ميزة إنه أول إشي هو بيحقق بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن بيسحب من طاقتك فعشان هيك طاقتك بتكون قليلة وفي نفس اللحظة بتكون حاد الطباع وقابلية لأنك تعمل مشكلة من لا شيء بدك تضبط أعصابك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي بتحمل بعض المصاريف والالتزامات المالية أو القلق من وضع مالي معين وبدك تحذر على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني هنا بتعطيك دفعة جيدة وخصوصا موريد العشرية الثالثة على مستوى الاتصالات والنقاشات والحوارات وممكن تنجز بعض الملفات المهمة وممكن تهتم بامتحان أو بمقابلة وتكون اللي صالحك أهمش أنك ما تتسرع أما بالنسبة للعشرية الأولى والثانية من موليد برج العقرب بدهم يديروا بالهم بشكل كبير خصوصا من الاندفاع والتهور واتخاذ قرارات مرتجلة والعصبية اللي ممكن تسبب أي خلاف ما بينك وبين الأشخاص اللي ممكن يصير في نقاش ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء ضاغطة على مستوى البيت وبتشكل بعض الضغط ممكن مشاكل خلافات التزامات مشتريات أو أعطال منزلية حاول تضبط أعصابك الفترة هاي بتحمل قلق عائلي بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا بتعزز العلاقة ما بينك وبين الأحبة بشكل جيد وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة بشكل كبير فعشان هيك ما نقول لك أنه حاول تستغل الفترة هاي لتعزيز العلاقات ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين الأبناء بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا زي ما حكينا بتواصلوا أو واصلوا عمل بدأتوا فيه من قبل ما تبادروا لعمل جديد حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح اليوم بصير مناسب لعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة مشاكل طارئة أهمش أنك تكون صبور وما تتدمر الفترة خالية من الحظ والطاقة يعني طاقتك ضعيفة زي ما حكينا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن هنا الأموال المشتركة بتحاول أنت تحصل دعم أو ترتب أمور الالتزامات اللي عليك أو أمور قديمة أو دفعات يعني الأجواء ضاغطة عليك فعشان هيك خذ نفس ورتب أمورك وابتعد عن المصاريف الفترة هاي بتحمل المصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد الأجواء جيدة وممكن تفكر في موضوع السفر أو بيقلق موضوع السفر أو تواصل مع أجانب اللي عنده امتحان أو مقابلة الأجواء جيدة ولكن رغم هيك من قلكو ديروا بالكو من شغلات مفاجئة إما تعطيل أو تأخير أو حتى التزام أو خبر شوي يزعجك العلاقة بخارج البلاد ما تعتمد على الحظوظ إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فهون الأجواء بتركز على بعض المسائل اللي لها علاقة بالسمعة فما تشوه سمعتك ما تتدخل في شؤون غيرك وما تدخل بمواجهات ما بينك وبين رؤساءك أو زملاءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فاليوم ممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية أو الاتصالات أو التواصل وتعزيز العلاقات بشكل كبير رح تكون ما بينك وبين الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء ضاغطة فعشان هيك مع قلة الطاقة اللي موجودة عندك منقول لك راقب وضعك الصحي من التقلبات راقب تغذيتك وراقب راحتك بشكل كبير برج القوس طبعا القمر الآن بده يتحرك من ساعات الصباح من بيتك الخامس لبيتك السادس فعشان هيك الأجوال لغاية ساعات الصباح بتكون إيجابية ولكن من ساعات الصباح بتحس بنوع من أنواع الضغط نوع من أنواع الحساسية للزيادة وبرضو في نفس اللحظة بتنضغط بشكل كبير بالفترة هاي من تقلبات المزاج عندك أو تعطل بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فبتتركز الأمور على المستوى المالي من ساعات الصباح المعشرية الأولى والثانية بدهم ينتبهوا من مصاريف الزيادة والالتزامات مالية أو خسارة مالية موليد العشرية الثالثة ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية والأرباح خلال هذا اليوم بشكل كبير فعشان هيك حولوا قدر الإمكان يعني تبعدوا عن المصاريف الزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك عن مستوى الاتصالات والنقاشات والحوارات ولكن بدك تحذر موليد العشرية الأولى من المزاج الصعب أو التقلبات الحادة أو المشاكل الحادة اللي ممكن تصير معك خلال هذا اليوم أو تدخلك بشؤون غير أو يعني ممكن كلامك ما ينفهم فعشان هيك بدك تدير بالك موليد العشرية الثانية لأجواء إيجابية حتى بتدعمهم على مستوى تنقلاتهم واتصالاتهم وحواراتهم وامتحاناتهم أهم شيء كل موليد برج القوس انتبهوا أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز من علاقتكم مع أفراد العائلة أو أفراد البيت وبتعمل تقارب جيد ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو بعض الأعطال أو اهتمام بشؤون أحد أفراد العائلة بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس فطبعا زي ما حكينا أنه لغاية ساعات الصباح رغم تراكم العمل انتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه وخصوصا بعد انتقال القمر للبيت السادس من البيت الخامس للسادس العواطف انسوا الموضوع ممكن يصير خلاف أو حدية في الطباع ما بينك وبين الأحبة ولكن بالبيت السادس يعني بتقدروا اليوم تنظموا جدوى الغذائكم وحاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاح والأرباح أراقب وضعك الصحي لأنه الفترة هاي برضو بتحمل قلق على المستوى المهني أما بالنسبة للبيت السابع يعني هذا البيت مقابلك تماما فعشان هيك طاقتك هنا بتضعف وممكن تخلي فيه خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين زوجك أو زوجتك فعشان هيك حاولوا زوجتك أو زوجك حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم ما في داعي للخلافات ولا للنقاشات ولا للحوارات اللي ممكن أنها تصل لطريق مزدود وتتفاقم الأمور وتصير خلاف كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على أشياء لها علاقة بالأموال المشتركة الأجواء جيدة ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض السداد الفواتير أو ترتيب وضع مالي معين ولكن ابتعد عن المساءلات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منقول لك دير بالك إذا عندك امتحان أو عندك سفر أو عندك مناقشة لا تعتمد على الحظ نهائيا استعد بشكل جيد وانتبه أثناء قياد سيارتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا منقول لك الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو ما بينك وبين بعض الزملاء وممكن تنجز أعمال بشكل إيجابي حتى تقديم الطلبات للعمل جيد اليوم بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو يتخلف معك يعني يوعدك بشيء ويخلف بوعده فعشان هيك يحاول قدر الإمكان ما تتذيق وما تكبر الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ودعميتك بشكل كبير على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي ولكن ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج الجدي موليد العشرية الأولى والثانية من موليد برج الجدي هذولا بدهم يضبطوا عصابهم اليوم أثناء تعاملهم مع أحباءهم بشكل كبير وممكن هذا الإشي جردك من الطاقة شوي ويخلي مزاجك متقلب أو حد الطباع رغم أنه مكان القمر إيجابي إلا أنه في مكانه سلبي فعشان هيك بنقول لك دير بالك من حدية الطباع ومن المفاجآت خلال هذا اليوم أما بالنسبة للعشرية الثالثة فالأجواء إيجابية ودعملة إلك بالحضوض وشخصيتك غير ونفسيتك غير فالأجواء دعملة إلك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فهذا بيت المال موليد العشرية الأولى بدهم يديروا بالهم من المصريف المفاجئة وبعض الأمور اللي إلها علاقة بالنكسات المالية أو الضائقات المالية اللي بتيجي بشكل مفاجئ أو الدفعات اللي بتيجي بشكل مفاجئ بدكوا تضبطوا عصابكم وتضبطوا من زنيتكم وتديروا على بالكم على أموالكم من الصرقة أو الضياع بالنسبة لموليد العشرية الثاني والثالثة الأجواء عندهم بتصير أحسن ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية بشكل إيجابي أو يحصلوا على دعم ما أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على التنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات فهي إيجابية وقوية جدا فعشان هيك ممكن تحقق إنجازات جاية اليوم حتى لو كان فيه امتحان أو مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ من أي تأثيرات على مستوى البيت فبتتعاملوا على مستوى البيت على طبيعتكم يعني بمعنى آخر إذا البيت عندكم مشحون وإذا البيت جيد العلاقات جيدة أهمش إنه ضبط الأعصاب وما تهملوا واجباتكم البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليف بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة ممكن ترغب باستكشاف مناطق جديدة وتميل السفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة حاولوا موليد العشرية الأولى تحديدا أنه أي خلاف ما بينك وبين الأحبة تحديدا ممكن أنه ينتهي بلا رجعة لا تدخلوا بأي مواجهات أو قرارات بالفترة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا تضغط على مستوى الأعمال ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن تشعر ببعض التوتر الصحي أو النفسي إيش عن حالك بطاقة إيجابية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع وبيت الشراكي فالأجواء جيدة ودعملة إليك وبتعزز من علاقتك ما بينك وبين شركائك وخصوصا من ساعات الصباح لأجواء جيدة للمصالحة وللتقارب وحتى لا تراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء ضاغطة شوي على الأمور الأموال المشتركة فحاول قدر الإمكان أنك ما تجازف بأموال غير وبرضو ممكن تتذكر مواضيع قديم اليوم تسبب في نوع من أنواع الملل عندك أو يعني الإنزعاج أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور العلاقة بالسفر والاتصالات الأجواء جيدة ودعملة إليك بقوة حاول أنك تستغلها لأنه فيها أشياء مثمرة اليوم إن أنجزتها على باب السفر أو الاتصالات أو الامتحانات أو العلاقة مع الأجانب أما بالنسبة لبيتك العاشر ببيت السمعة من قلك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي خلافات مع رجال القانون أو حتى بمخالفة القوانين لا تشوه سمعتك مهما كانت الظروف وما تدخل بأي مشاكل بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا جيدة جداً بتقارب من علاقاتك وأصدقائك والفترة حافلة إما بالمناسبات أو اللقاءات أو حتى ببعض الاهتمام الاجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك من قلك لا تهمل صحتك لا تهمل طاقتك ممكن تحمل برضو الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعاً الأجواء اليوم بما أنه زحل رح يشكل الزاوية وعندك في بعشريتك الأولى فعم وليد العشرية الأولى أكثر ناس بدهم يضبطوا أعصابهم اليوم بسبب القرارات أو العصبية أو الحدية أو تقلب المزاج أو شعورهم بعدم الارتياح حتى على المستوى النفسي والصحي بدهم يديروا بالهم بالنسبة لموليد العشرية الثانية والثالثة الأجواء أحسن شيئاً ما مشحنين بيكونوا بطاقة مش كثيرة ولكن إنه برضو بيقدروا يسيطروا على طاقتهم أهم إشي إنهم ما ينفعلوا وما يعصبوا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية بشكل جيد تفتح أبواب إلها علاقة بالعمل والهدايا والعمل الإضافي وممكن تستثمروا أشياء بشكل إيجابي ولكن يبل ما تستثمر استشير أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل الاتصالات والحوارات والنقاشات وهي جيدة لغاية ساعات الصباح إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم ما تبالغ بشكل كبير يعني بدك تجتهد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا بتكون تنتبهوا بشكل كبير على مشاكل وخلافات العلاقة في البيت وخصوصا موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس بدهم يحذروا من خلافات منزلية أو أعطال أو مشاكل عائلية أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتعزز العلاقة ما بينك وبين الأحبة ولكن بدون ما تدخلوا بمواجهات ممكن تبادروا بمصالحة ولكن لا تبادروا بخلاف ما بينك وبين شركائكم أو بينك وبين الأحبة أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل اليوم عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو المراجعات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي ضاغط فعشان هيكي بنقولكوا ابعدوا عن أي خلاف إلو علاقة بالشركاء أو بالأزواج أو الزوجات لأنه ممكن المسائل تكبر أو ما تجدوا حل إلها فضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء بتركز على الأموال المشتركة وبتحمل بعض المكاسب أو الأمور المالية المشتركة ممكن ترتب وضع مالي مشترك أو تحصل دعم أو تقنع شخص بمشروع معين بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فممكن يجيك اتصال من خارج البلاد يزعجك أو عن أشخاص خارج البلاد تقلق بشأنهم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو المناقشات أو البريد ممكن يصير فيها تأخير اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بشكل قوي وممكن اليوم تعزز علاقاتك مع بعض المسؤولين أو بعض الأشخاص المسؤولين عنك أو زملائك أو الإداريين في مكان عملك وممكن تقدم لعمل فترة برضو داعمة لك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات ممكن يخيب أملك في أحد الأصدقاء أو المعارف أو صير خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء اشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فموليد العشرية الأولى والثاني هم أكثر ناس بدون ينتبهوا على صحتهم وعلى طاقتهم أو على صحة أحد الأحبة أو الأطارب أما بالنسبة للعشرية الثالثة فالأجواء جيدة ودعمة لهم بقوة وبالعكس يعني ممكن يعززوا أشياء إلا علاقة بالاستشفاء السريع لأجسادهم أو لأمراضهم برج الحوت طبعا الأجواء على المستوى النفسي اليوم أحسن مشحونين أنتم بطاقة أكثر عندكم رغبة اليوم بإنجاز كثير من المهام إلا أنه في لحظة من اللحظات ممكن تحسوا ببعض التسرع أو اتخاذ قرارات متسرعة حاولوا ما تعصبوا وما تخلي حد يأثر على نفسيتكم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى الأمور المالية اليوم روتينية يعني ما في لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتكم إذا كان عملك ناجح ممكن تحصل بعض المكاسب وإذا كان الأمر في مشاكل ما رح يصير أي تغيير على مستوى الأمور المالية أهم إش أنكم تحذروا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بنقول لموليد العشرية الأولى تحديدا بتكونوا تديروا بالكم من النقاشات والعصبية والحوارات أما بالنسبة ونتنتبهوا أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة لجميع موليد برج الحوت من ساعات الصباح تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولة السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الرامع فهو بفتح بعض المشاكل أو الخلافات أو القلق بشأن عائلي أو بشأن أحد أفراد العائلة وممكن سوء تفاهم ممكن قلق ممكن صحة ممكن مرض ممكن اهتمام بعقار ما المهم هذا البيت ضاغطه اليوم بشكل كبير بكل ما ذكرنا فبتكون تكونوا حذرين بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر أو الأحبة تحديدا أكثر من السفر في رغبة للسفر ولكن أنه بتركز على الأحبة وعلاقتك بالأحبة الخروج بنزهات أو بتغيير جو بتوطد العلاقة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتعزز أمور إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يصير بعض الخلافات ممكن يبادر أحد الأشخاص لمساعدتك ولكن بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات يعني لا تهمل شؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فمنجد تقارب أكثر ما بينك وبين الشريك وبرضو في مصالحة أو في تفاهم كبير ما بينكم حاول أنك تتوطد العلاقة بشكل كبير وإبعدوا عن الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة زي ما حكينا ضاغطة أو مواضيع قديمة أو مواضيع ذكريات أو علاقة قديمة مثلا تظهر على الساحة أو حتى أمور إلها علاقة ببعض المسائل المالية المشتركة أو محاسبة مالية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والرغبة بالسفر وأمور إلها علاقة بالامتحانات والدراسة وحتى على مستوى المناقشات الأجواء إيجابية دعمة لإلك بقوة ولكن حاول قدر الإمكان أن تنتبه أثناء قيادة السيارة على الطرق المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمن قلك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأشياء مشبوهة وحاول أنك أنت ما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 موليد العشرية الأولى والثانية محتمل خلافات أو جدالات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة للعشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين ولتوطيد العلاقات أو لمكاسب من علاقاتهم ومعارفهم أو دعم اجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فمن يقول لما وليد العشرية الأولى تحديدا ديروا بالكم على صحتكم ديروا بالكم من المجازفات والمغامرات لا تدخلوا أماكن مشبوهة ديروا بالكم من أشخاص بكيدلكم بالخفاء احذروا من مكر الأعداء بالفترة هاي قدر الإمكان موليد العشرية الثانية والثالثة الأجواء عندهم إيجابية ما فيه أي مشاكل يعني هي المشاكل ترح تتركز على موليد العشرية الأولى تحديدا وجزء من العشرية ثانية ولكن احنا بنقول العشرية الأولى هم أكثر الأشخاص العرضة للمشاكل بشكل كبير صحيا ونفسيا وحتى من اللي بتآمروا عليهم بالخفاء وصحتهم أو صحة أحد الأحباء بتكون عليها علامة استفهم هي من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا